السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيني الغاليين يارب تكونوا بخير النهاردة كده زي ما انتم شايفين هنعمل اللمون بالعصفر وبجد طريقة نكحة جدا 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 جربوها معانا فلفل احمر و معانا عصفر و معانا حبة البركة و معانا ملح و معانا جزر مبشور و معانا طبعا فلفل احمر و فلفل اغضر هقولوكو هنعمل بيهم ايه و اللمون طبعا اول حاجة تكوني جايبة اللمونة تكون كبيرة شوية اللمونة بعصفر بالذات لازم اللمونة تبقى كبيرة علشان لما تتحشي تبقى معاك حلوة هنقطع اللمون كده زي ما انتم شايفين اربع تربع ما تفصليش اللمونة قوي هنقطعها كده لغاية قبل الاخر علشان نقدر نحشيها كده يعني يكون كويسة تعالوا بقى كده نكمل بقية اللمون بتاعنا وبعد كده نشوف هنعمل ايه معايا بقى هنا كده حل على النار فيها ميا اه في ناس بقى ما بتسلقش اللمون انا بحب اسلق اللمون علشان الجلد بتاعه يبقى طريق اه بجد يعني طريق سلق اللمون جربوها هيديكي لمونة حلوة جدا جدا وهيقعد معاك السنة كلها بنفس القوام وهيكون الطعم حلو جدا فانا هسلق اللمون يدوب سلقة خفيفة يعني مش هسلقه وسوي لا يعني اول ما يغلي مثلا غلوتين ثلاثة كده هطفي عليه واشيله من المياه ومعايا هنا على النار حلت مياه تاني معايا بقى اللمون رفيع اللمون رفيع ده برضو هغليه غلوتين ثلاثة كده وبعدين اشيله اللمون ده هعمله بطريقة تانية من غير عصفر ومن غير لا هنعمله بالعصفر بس من غير حبة البركة وهنعمله بطريقة حلوة جدا جدا هورهلكو هيقعد برضو معاك السنة كلها بس الطعمين مختلفين جدا اللمون بعصفر واللمون المسلوق ده يعني كل لمون ولطعم تاني وجربوا بس الطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم اول حاجة هنا بقى معايا في الكبة هبدأ قطع الفلفل الاحمر ده لو بتحب الفلفل الحرق ضيف كتير لو مش بتحبيه يا دوب حاجة خفيفة كده طبعا تقدري تعمليه في الخلاط مفيش اي مشكلة انا هنا بشرت الجزر علشان لو عملته في الكبة هيبقى ناعم معايا قوي انا مش عايزة يبقى ناعم قوي عايزة بس يا دوب يبقى مبشور كده وكبير وظاهر معايا هنا بقى هنكمل خلط الفلفل بتاعنا وزي ما قلتلكم في ناس بتحب تحشي اللمون بتبقى عصفر وحبة البركة بس انا بحب ادي له طعم بحب اضيف له جزر بحب اضيف له شوية فلفل من الحرق ده بيدي له طعم حلو جدا جربوه بالطريقة دي هياجبكوا جدا احنا لازم نطعم الحاجة علشان تاخد من طعم الفلفل ومن طعم الجزر كل الحاجات دي هتخلي اللمونة معانا لها طعم حلو والحشو كمان هيبقى حلو ما يبقاش عصفر وحبة البركة بس الجزر فعلا بيدي لللمون طعم تاني وبيودي في حتة تانية تمام انا هنا خلاص ضيفت كل المكونات اللي انتو شفتوها معايا هادف بس حوالي ربع كباية من الخل وطبعا الخل مش هيهري معانا اللمون بالعكس هيحفز عليه وهيخلي كويس جدا تعالوا بقى كده نشوف اللمون استوى ولا لسه ده اللمون بتاعنا اهو وزي ما قلتلكو هو يدوب غلوتين ثلاثة وخلوا بالكو ان احنا مية اللمون دي مش هنرميها دي طبعا كنز من الكنوز اللي موجودة معانا مية اللمون دي هتخسل بها البتجاز هتنقعي فيها عيون البتجاز تقدر تلمي المعالي اللي عندك كلها وتغليها غلوة كده تديها لمعة ولون حلو جدا فمية اللمون مش هنرميها تعالوا بقى كده اللمون بتاعنا خلاص انا طلعتو يا دوب شطفته شطفة خفيفة لاني عايزة حشيه وكنت مستعجلة علشان اخلصه معاكو فطبعا يفضل ان اكتسبيه يبرد علشان تقدر يتشتغلي فيه براحتك ويعني ما يبقاش صخنة قوي على اديكي وانتي شغالة فيه هنبدأ كده نحشيه حشو خفيف مش هنحشيه يعني نكبسه قوي يا دوب كده شوية كده نخلي اللمونة محشيه بقى شكلها حلو زي ما انتو شايفينها ونخلص بقى الكمية بتاعتنا وزي ما قلتلكو يفضل ان احنا نجيب لمون كبير اللمونة بعصفر كمان يفضل ان هو يكون كبير طبعا مقدار الملح انا مبحطش ملح بمقدار يعني بحطه بالتدريج وهزود طبعا المية بتاعتو وهبدأ ادوق لو حسيت ان مخلل دلع شوية هبدأ ازود له ملح لو حسيته مظبوط خلاص هسيبه على كده اللمون طبعا مش زي الزتون يعني مش هيطره ومش هيجراله حاجه لو حسيته في اي وقت ان هو دلع تقدر يتزود ملح مفيش اي مشكله وتقفل عليه تاني وطبعا الفلفل من الحاجات اللي بتبقى حلوة جدا جدا مع اللمون يعني انا بحب اكتر الفلفل مع اللمون اكتر من الزتون بيدي له طعم حلو جدا فاللي حابب بقى يكتر فلفل يكتر وطبعا انا زي ما قلتلكم بحب اعمل المخللات بتاعتي في بطرمانات صغيرة بحيث افتح بطرمان بطرمان اخلصه وافتح التاني ما يبقاش عندي بطرمان كبير وافضل ااخد منه وقت طويل فدايما لما بيكون البطرمان مقفول بيبقى حلو جدا ويبقى طعمه حلو جدا فاي بقى مخل اللمون زيتون اي حاجة انا بحب دايما اعمل كيلو كيلو كده في بطرمان ام جربوه هيعجبكو يعني الموضوع هيعجبكو تمام انا هنا بزود المية وزي ما قلتلكم دي الخلطة اللي فاضت يا دوب زودت عليها شوية مية عادية من الحنفية وطبعا مش هناخد مية اللمون زي ما قلتلكم احنا هنستعملها في التنظيف في البيت مش هناخدها لان خلاص المرارة بتاعت اللمون نزلت في المية دي فمش هناخدها هبدأ بقى كده زود المية في البطرمانات لغاية مملهم خالص وهنا البطرمان ده انا مكترة فيه الفلفل شوية لان الفلفل بجد بجد بيبقى حلو جدا من احلى المخللات اللمون مع الفلفل بيديله طعم كده حلو بيديله مزازة حلوة والقوام بتاعه بيبقى جميل جدا تمام انا هنا بس هملة البطرمانات لغاية ايه مخلصها وبعد كده اقفلها وسبيب بقى يعني شهر وهتاكل منه هيكون اللمون ده استوى حلو جدا جدا ولازم تسلقيه زي ما قلتلك تعالوا بقى كده نشوف اللمون التاني المسلوق بتاعنا هنعمله خالطة عبارة عن ايه دول شوية فلفل الاحمر اللي هم مفضوا معايا وشوية من العصفر العصفر طبعا هيديله لون لو مش حابة تضيفي عصفر مفيش مشكلة بس بيديله لون حلو جدا جدا وطبعا شوية الملح بتاعنا انا هنا مضيفتش طبعا اي طوم يعني عايز اللمون بتاعي يبقى خفيف كده مفوش اي حاجة زيادة ده بقى اللمون بتاعنا اهو خلي بالك ما تسلقيش اللمون زيادة عن اللزوم علشان ما يتفتحش معاكي والقلب بتاعه يفضى فيدوب سلقة كده خفيف يعني 3-4 غلوات وتبدأي بقى تشليه وطبعا الفلفل هنقطر الفلفل وخلوا بالكو حتى لو الفلفل ده حرق اللمون مش هيبقى حرقه يعني طول ما قرن الفلفل مقفول خلاص مش هيخلي الحاجة اللي حواليه تبقى حرقه هيدي بس طعم خفيف كده لللمون ويحتفز بقى بالطعم بتاعه جواه ابدأي بقى كده يعني خبتي على البطرمون لان طبعا بيبقى فيه فراغات كتير حاولي تمليه وزي ما قلتلكو اعمله كيلو كيلو ولاش يبقى بطرمون كبير علشان تخدي منه يعني تخلصي البطرمون وتبدأي تفتحي التاني وطبعا المخللات ناخدها بمعلقة تكون نشفة ما تكونش معلقة مبلولة والمعلقة لو حطتيها في فوقك ما ترجعهاش تاني ولا في بطرمون ولا في حلة ولا في طبق خلوا بالكو من الحاجات البسيطة دي لان هي مهمة جدا ومهمة جدا كمان لصحتنا يعني دي من ألف بنظافة ان احنا المعلقة اللي نحطها في فوقكنا من رجعهاش تاني خلاص في اي شيء وطبعا علشان المخلل بتاعنا يتحافظ عليه ده بقى المخلل بتاعنا اهو المسلوق اللهم بارك يعني يبصوا هو لسه مستواش بس شكله يفتح النفس على الاكل جربوه بطريقتي وان شاء الله يعجبكم وهنسيبه زي ما قلت لكم شهر وهناكل منه مش هتحس فيه بأي مرارة ولا اي حاجة ويلا بقى لو وصلتم معايا في الفيديو لغاية الوقت ده ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب للقناة بتاعتنا وان شاء الله كل وصفاتنا تكون عجبتكم وجربوها وجربو حلقة الزاتون المخلل كانت حلوة جدا جدا جربوا الوصفة وان شاء الله تعجبكم واشوفكم بقى في حلقة تانية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته